بعد مرور 154 يوما على إضراب الأسير خليل العواود عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري الذي طال أمده دون تهمة أو محاكمة من قبل السلطات الاحتلال الإسرائيلية لم يتمكن العواود من التعرف على زوجته التي زارته أمس في مستشفى أساف هاروفي الإسرائيلية وها هو يواجه خطر الموت المفاجئ في أية لحظة الحالة الصحية للعواود تزداد سوءا يوما بعد يوم مع معاناة من آلام شديدة في المفاصل وصدع ودوخة وتشوش الرؤية بالإضافة إلى عدم قدرته على المشي بدون كرسي متحرك العواود يبلغ من العمر 40 عاما من بلدة إذنى في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية تناول وجبته الأولى الشهر الماضي بعد إضراب دام 111 يوما بعد وعود قطعتها سلطات السجون الإسرائيلية بأن اعتقاله الإداري لن يتم تجديده إلا أن سلطات الاحتلال تراجعت عن وعودها بعدم إنهاء أمر اعتقاله الجائر سمحت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر لمحاميه وطبيبه بزيارته لأول مرة من أجل إعداد تقرير طبي حول حالته الصحية وتقديمه إلى المحكمة للنظر في الإفراج عنها تسمح سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي المدانة على نطاق واسع باحتجاز الفلسطينيين دون تهم أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر بناء على أدلة غير معلنة تفيد بأن حتى محام معتقل يمنع عليه رؤيته وتحتجز إسرائيل حاليا أكثر من 680 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري الذي يعتبره القانون الدولي غير قانوني معظمهم من السجناء السابقين الذين أمضوا سنوات في السجن لمقاوماتهم الاحتلال الإسرائيلي وصفت منظمة العفو الدولية أمنيستي سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية بأنها ممارسة قاسية وغير عادلة تساعد في الحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين